تسليطاً للضوء على أكذوبة الجيش الذي لا يقهر التي روج لها الاحتلال الصهيوني منذ تكوينه عقد في ديوان هيئة علماء المسلمين في العراق مجلس الخميس الثقافي الذي تناول محاضرةً ألقاها العقيد المتقاعد محمد المقابلة تناولت نبذةً من تاريخ وظروف إنشاء الكيان المحتل عام 1948 برموزه العصبوية المتبنية للفكرة الصهيونية واستعرضت المحاضرة نقاط القوة والضعف في أركان الاحتلال الحسم والردع مرتكزان أساسيان استند إليهما الكيان المحتل في تثبيت وجوده على أرض فلسطين وإرعاب كل من يناهض وجوده وضعوا مرتكزين لا بد على هذا الكيان أن يقوم بتطبيق هذين المرتكزين لحسم صراعه مع محيطه ومع العرب فكان المرتكز الأول الحسم والمرتكز الثاني الردع ثنائية الإيمان بالله والأخذ بالأسباب وصفة عقدية فهمها المقاومون الفلسطينيون فطبقوها بدقة لتنتج عنها عملية طوفان الأقصى يؤكد العقيد محمد المقابلة عقيدتنا فيها معادلة يجب علينا أن نفهمة ممن أولاً الأخذ بالأسباب من العقيدة وترك الأسباب قدعن في العقيدة والاعتماد على الأسباب كفر بالعقيدة هذه المعادلة الثلاثية نأخذ بالأسباب ونعتمد على الله هؤلاء فهم هذه المعادلة أخذوا بالأسباب واعتمدوا على الله ورب جيلاً قادر حتى وصلنا إلى سبع عشر كما أكد المقابلة أن ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي هم مجموعات من المرتزقة جاءوا من أوروبا كواجهة لمجتمع افتراضي أمام العالم وهم يهربون من فلسطين إلى بلدانهم الأصلية مع كل توتر أمني هذا المجتمع الإسرائيلي ولا أقول الشعب هذا مجتمع الإسرائيلي اللمم والمرتزقة من النفايات البشرية في أوروبا والغرب لا يرتبط بأرض ولا بعقيدة هو جاء إلى هذه الأرض على أساسها السمن والعسل ويعيش فيها ويتكسب منها ويتنعم ومعه جواز ثاني وثالث بجيبته إذا صار أي خلل أمني هو يذهب إلى مطاره مباشرة ليرجع إلى بلده لأنه لا يستصاحب أرض المحاضرة استعرضت أيضاً جانباً من جهود الجيشين العراقي والأردني في مواجهة العدو الصهيوني في حقبة سابقة من القرن الماضي مؤكدة أنهما من أكثر الجيوش تضحية في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وعموم فلسطين وفي ختام المحاضرة دعا ضيف المجلس محمد المقابلة المسلمين إلى تربية الجيل الناشئ على أحداث طوفان الأقصى والاقتداء بالمقاومة مشدداً على وجوب أن يعاد إيقاد الوعي في عقول أبناء الأمة وأن يعرفوا عدوهم الحقيقي ترجمة نانسي قنقر